السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل من الدخيل الأسكندرية أجدد التحية لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير عايزين نتكلم في هذا الفيديو عن علاج الشعر الزائد في الوجه لدى السيدات والفتيات في بعض السيدات أو الفتيات تعانين من ظهور شعر في الوجه يسبب لهم إحراج وبعض مشاكل نفسية طبعا لما الشعر يبقى هنا مثلا أو هنا أو هنا كده بيسبب للبنت أو للسيدة مشكلة بتروح طبعا تجيب شوية زيوت من عند العطار تحطها أو بتزيل الشعر الشعر بيعاود طلوعه مرة أخرى ونموه مرة أخرى طيب الحل إيه؟ الحل إن حضرتك تتوجهي لطبيب جلدية لأن الموضوع ده بيبقى ناتج عن إيه؟ اختلال وابطراب في الهرمونات أو هرمونال ديستيربنس طبيب الجلدية حيجري بعض التحليل ليعرف مناسيب الهرمونات هيعرف مناسيب الهرمونات إيه؟ وبيكتب دوا والدوا ده مستورد مش موجود في مصر ديان خمسة وثلاثين ديان خمسة وثلاثين ديان خمسة وثلاثين ده بيرجع مناسيب الهرمونات إلى طبيعتها وبناء عليه بيتوقف نمو الشعر في منطقة الدق أو هنا أو هنا وبتزول المشكلة يبقى احنا قلنا حضرتك سواء كنت فتاة أو سيدة ستتوجهي إلى طبيب جلدية أو استشاري جلدية لو طباء الصغيرين ما بيبيوش عارفين الموضوع ده لازم أن تروح للحد استشاري أو قديم في المهنة وتتنقش معاه في حتة ديان خمسة وثلاثين على أساس أن حضرتك قد يكون لديك اضطراب في الهرمونات اللي بناهن عليه بيخرج الشعر في منطقة هنا كده أو هنا كده فوق الشفة العليا أو تحت الشفة السفلة أو في الوجه من الجلال فلما حضرتك بتتناولي هذه الأقراص وينزل الهرمونات لمنصوبها الطبيعي الشعر ده بيتوقف عن الظهور وتزول المشكلة إن شاء الله بالنسبة للفيديو السابق بتاع اللحية الناس قالوا الدواء بتاع الشعر ده غالي وثلاث تلاف واربع تلاف لا جماعة العلبة 60 أرس بمية ستة وعشرين العلبة 60 أرس بمية ستة وعشرين العلبة 60 أرس بتكفيك شهر يعني ثلاث شهور بمية وتمانين ثلاث شهور بـ تلتمية خمسة وسبعين وكذلك المينوكسيديل فورت مينوكسيديل فورت العلبة بستين لو قلنا علبة في الشهر يبقى برضو الثلاثة بمية وتمانين أنا العقل البطن أوتوماتيك قال لك الثلاثة بمية وتمانين وده التلاتة بتلتمية خمسة وسبعين شون فيه ناس على اللقاء قالت لي تلات تلاف واربعة تلاف وست تلاف لا ده جرعة شهر كامل أرسين يومية ستين أرس وده بيكفي شهر كامل ده للناس اللي عندهم بصيلات شعر موجودة بس الشعر خفيف أو بيسقط نتيجة ضعف عام أو نقص في مواد غزائية الحل ده حيطلع الشعر لكن زي ما قلنا برضو الشخص الأمرض أو الأجرودي لازم متخصص عشان يزرع له بصيلة الشعر دمتم يا رب بصحة وعافية ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دوة ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته